لو انت ما تعرفش ايه اللي حصل في حفل افتتاح الاولمبياد في فرنسا فتابع الفيديو ده للاخر هتعرف كل حاجة باختصار يلا نشوف المتحضرين قرروا يظهروا للعالم كله مدى تحضرهم وحرياتهم وثقافتهم وده يبقى من خلال حفل الافتتاح فعملوا ايه؟ امشي معايا بالتدريج اول حاجة عملوا مدرجات بره الملعب او الاستاذ ودي حاجة غير تقليدية بس سبحان الله مدبر الامور وهقولك لي دلوقتي المدرجات دي بتتسع لمتين وتلاتين الف شخص ده غير الاماكن المحيطة من المباني المجورة وكده اللي بتتسع لمتين الف كمان والحفلة دي اقيمت هناك على نهر اسمه نهر السين والنهر ده استخدموه في المسابقات نفسها في السباحة يعني المهم حضر الحفل ده تقريبا 85 رئيس دولة والصحافة العالمية طبعا كلها وسائل الاعلام والاضواء كلها مسلطة عليهم ومن المفترض يبان من الحفل ده معدن البلد وهويتها وحضرتها الفعل الناس اتصدموا بالحاجات اللي تقدمت في الحفلة الجميلة دي من ضمنها مثلا اظهار مشهد العشاء الاخير بشكل غير لائق ليه عملوا كده هقولك دلوقتي عاملين شكل المسيح عليه السلام في صورة واحدة شكلها غريب كده وحواليها ناس شكلهم غريب ولبسهم اغرب ونزل قدامهم على الترابيزة او المائدة اللي موجودة حاجة كده المفروض فيها اكل لكن هي شخص ازرق كده كأنه شيطان مثلا المسيح عليه السلام شخصية مقدسة في الاسلام والمسيحية فاظهروا بالشكل ده انكار صريح لقدسيته ومكانته عشان الناس اللي فاكرين ان التوجه ده ضد الاسلام بس لا هو ضد الدين ايا كان ضد الشخصية المقدسة ايا كانت جاب لك جزء من نزول المائدة معتقد اسلامي وجاب لك جزء من العشاء الاخير معتقد مسيحي وضربهم في بعض وخلهم مادة سخرية وباقي الحاجات اللي في الحفلة فيها كل ما هو ضد الدين ايا كان الدين مشاهد غير مقلوفة تماما لممارسات تخص قوم الوقت اشكال شياطين ستات عندهم دقم رجالة لابسين ملابس الستات الداخلية مش اي ملابس تقوس غريبة كده تأكد لاي حد طبيعي ان اللي بيحصل ده سيناريو واخراج الشياطين وكان مقصود ان كل التقوس دي تتعمل على نهر السين تحديدا تفتكر ليه هقولك وده مجرد تصور بس نهر السين ده قذر جدا فيه كمية تلوس غير طبيعية لان الصرف الصحي بيصب فيه تخيلت؟ فلما التقوس دي تتعمل في مكان زي ده بالذات نفهم ايه من ده استدعاء للشياطين قربان ليهم خطة الدجال ما هم بيحبوا كده بص ما تستبعدش حاجة خصوصا انهم اهتموا بازهار عجل دهب ولو بصينا لتاريخ العجل الدهب ده هنلاقي ان الساميري كان عمل عجل دهب عشان الناس تعبودوا من دون الله وقصة الساميري دي شرحناها قبل كده في سلسلة الدجال المهم ايا كان هدفهم من الحفلة سواء استدعاء شياطين او قربان ليهم او نشر افكار حصلت حاجة ما كانتش على بال حد نقدر نقول عليها تدخل الهي وهي نزول مطر شديد على الحفلة لدرجة ان من شدة المطر بقى فيه ناس تقوم تمشي المطر كان غزير جدا واحنا في عز الصيف سبحان الله ممكن حد يفكر مع نفسه ويقولش معنى المطر ايه اللي فيها يعني ما لو هنقول تدخل الهي كان ممكن يحصل زلزال مثلا او ريح او اي حاجة فيها لا فيها وهقولك ليه خلينا متفقين ان اللي هم عملوه ده لصالح الشياطين تقوس وقزارة واستجلاب ونشر افكار حاجة كده اشبه بتقوس السحر سحر للقلوب والعيون ايه اللي ممكن يطفي ده المطر ليه وايه الدليل بص كده على الاية دي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ميت المطر فيها سر كانها مية مباركة بتزيل اثر الشيطان باذن الله وفقا لتجارب ناس اتعرضوا لسحر او ازب سبب الشيطان وعرضوا نفسهم للمطر برقوا باذن الله ده حتى الاحاديث النبوية سابت فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب المطر وبيستبشر بيه جدا سيدنا انس روى ان مرة كان فيه مطر فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج فيه وحصر توبه عشان المطر يصيب جسمه وكان برضو بيشرب منه وبيتوضى منه ويتبرك بيه صلى الله عليه وسلم فالمطر فيه بركة بفضل الله نرجع لفرنسا بعد المطر وبدء المسابقات الاحوال سائت جدا الكهرباء اطعت عن باريس وده ادى الفشل بعض المسابقات وتعرضها الفوضى حتى اللاعبين اللي نزلوا يسبحوا في نهر السين ده ضمن البطولة يعني اتعرضوا المشاكل صحية بسبب تلوص النهر لدرجة ان بقى فيه ناس منهم يتقيقوا قدام المشاهدين والاعلام وصرحوا فعلا بقزارة النهر يعني حفل الافتتاح باز وتعرض لهجوم شديد جدا من العالم كله تقريبا كأن سحرهم منفعش بل وانقلب عليهم وكمان المسابقات نفسها فشلت وبقت مصار صخرية مش اي حد هيفهم الكلام ده وفي ظل كل ده خرج وزير الداخلية بتصريح عجيب جدا قال ان فرنسا بتقدم رسالة حرية بس سرعان ما بقى شكل وحش جدا ليه لان فرنسا منعت اللاعبات المحجبات من خوض البطولة ازاي الكلام ده وما الفين الحرية لا الحرية دي بتكون وفقا لأهواءهم بس لكن الحقيقة انهم بعيدين كل البعد عن الحرية والانسانية والكلام اللي بيعودوا يدعو ده الغريب في الامر انك ممكن تلاقي واحد مسلم او عربي عموما ومصدقهم وبيمدح فيهم ويزم اهل بلده شايفهم اهل التقدم والثقافة والحرية واهل بلده عكس كل ده وبيحاول كمان يتملص من اصله يقولك انا مش عربي مثلا او ينتقد حد في العالم العربي متمسك بدينه ومبادئه الفكر ده بيدل على انه شخص مسكين ما عندوش تمييز او فهم ما عندوش اداة اسمها عقل ممكن يشغلها بشفافية وصدق ويفهم حقيقة الامور تلاقي مثلا يقولك الغرب وصل لزحن وانتو لسه قاعدين تتكلموا في الوضوء ومش عارف ايه شفت السزاجة مع انك تلاقي الشخص ده فاشل في حياته اصلا لا هو مخترع مثلا ولا عالم ولا كان مع البيعسة اللي راح تزحر ولا عندو فكرة عن بناء الانسان والاخلاق وكده وفوق كل ده مش عايز يسمع كيفية الطهارة او ان حد يتعلمها يعني كمان واخد بالك انت مع انك لو بصيت لاصل كل العلوم هتلاقيها نبعة من العالم العربي الجبر والهندسة والكيميا والفيزيا وعلماء المسلمين اللي خرج منهم العلوم دي معرفين بالاسم والغرب نفسهم عارفين ده وما ينكرش ده الا واحد جاهل بالعلم والتاريخ بس الامة ضعفت لاسباب كتير يطول شرحها وتسحبت علومها كلها الجانب اخر من الارض انت لو بصيت للفرق اللي بين شخص بيبني صاروخ وشخص بيبني انسان بس بشكل نفعي مادى فقط فانت ما عدلتش في الحكم ليه لان ممكن اللي اتنين يبنوا صاروخ خلاص مهما طال الزمن او قصر ممكن اللي اتنين يوصلوا لنفس العلوم المادية تمام بس كل واحد فيهم هيبقى تصرفه فيها مختلف اللي تبنى كانسان عنده دين وانسانية وطهارة هيوظف اللي هو تعلمه ده في الخير والحق لانه ببساطة مؤمن انه هيتحاسب والتاني كلنا عارفين هيوظف اللي هو تعلمه في ايه مش محتاجين تكهنات التاريخ بيحكي كل حاجة وبص للعلم حواليك دلوقتي وانت تفهم هيبص المصالح وهو بس ومش هيفرق معاه مين عاش ومين مات وليه وازاي ولا فين الحق وفين الباطل وفي الاخر هيوصل للتجبر اللي حتما هيهلكه وهو ده اللي دايما بيحصل على مر الزمن باذن الله بس كله بيبقى ليه اوان محدد فالحمد لله على نعمة الاسلام وربنا يدمها نعمة ويسبتنا جميعا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته آمين تنساش تصلي على سن النبي وشوف باقي الفيديوهات هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة وهتنفعك ان شاء الله سلام